مرحبا اليوم بوريكم كيف نعمل باك اوب او نسخة احتياطية من جهازك القديم عندنا هنا الايفون سبعة المنحطة لهذا المكسر خليونا بس وريكم في البداية صور ان عندنا 9894 صورة وفيديوهات وشوية اشياء اللي البرنامج يقدر ينقلها من جهاز الى اخر حتى مثلا هنا جهاز صورة عندها 200 جهات اتصاد يعني كل شيء هنعمل له باك اوب نسخة احتياطية تمام هذه النسخة الاحتياطية احنا نركبها على نفس الجهاز في حال فقدنا بيانات تمام حتى يعني احب اذكركم انه محادثات الواساب حتى بتنحفظ في الباك اوب ولا هذي الباك اوب ممكن انه تركبها على جهازك الجديد في حال انت شريت جهازات الجديد يعني بتنقل حق الداتة من القديم الى الجديد مثلا احنا هنا عندنا الايفون اكس هذا يعني الاثنين الاجتماع هما تبع واحد من الزملاء يعني حابب ينقل من الايفون سبعة الى الايفون اكس هذا اللي بنسويه بذالفيديو عبر برنامج alt data من تطوير شركة تونر شير تقدر تحمل على جهازك الويندوز او الماك الرابط موجود اسفل في الوصف وبعد ما تحمل برنامج تثبته في جهازك بيفتحك بنفس هذا الشكل والان تجي توصل جهازك القديم بالحاسوب عبر كيبل البيانات وانتظر لحد يتم التعرف بنجاح ثواني وتجي من فوق على backup and restore وهنا بيحكي لي انه الجهاز الايفون سبعة متصل وهذه البيانات اللي البرنامج يقدر نعمل لها backup وهذا مسار backup انا عملت select all وعملنا بدء النسخة الاحتياطي بيعمل لي كل شيء احنا حدناه backup زي من شايفين مع العملية بتاخذ وقت اعتمادنا على حجم البيانات الموجودة بجهازك انا سرعت الفيديو عشان ما اطول عليكم تمام الان بيقول لي backup completed من هنا تجعل backup list يعني سجل النسخة الاحتياطية اللي انت عملتهم مثلا هذه عندنا الايفون سبعة 56 جيجا بايت حجم النسخة الاحتياطية خلوني اوصل جهاز الايفون اكس بالحاسوب بعد ما فصلنا السبعة وبروح على backup resort وبحدد ال backup تبع الايفون سبعة نحن بننقل البيانات منه الى الاكس وعملت view الان هو لسه بيعمل يعني فك او فتح لداتا تبع ال backup اللي احنا عملناها يعني العملية تاخذ وقت على حسب حجم الدياتا تمام يا جماعة بعدين هنا عندك option restore to device بيقول لك انه البرنامج بيعمل restore اه للرسائل والبوك مارك والجهات الاتصال والصور والفيديوهات والميوزيك الى الجهاز يعني من ال backup طبع الايفون سبن الى جهاز الايفون اكس وعلى فكرة بحسب تجربتي انه الدياتا بتنحط في الجهاز الجديد overwrite يعني اذا انت عندك بيانات سابقة في جهازك الجديد يعني ما بتروح البيانات اللي هي جاي من الجهاز القديم بتنحط فوق البيانات الحالي بالجهازك الجديد تمام وانا سرعت الفيديو والعملية الان خلصت معانا زي من شايفين اه بجعل اثنين الاجهزة وبفتحهم الان اكتب الباسوردات وشوف ايه صار معانا اه تقريبا تم ال backup بنجاح بس انا الصراحة ما عندي فكرة ايش يصير بالبرامج اللي هي مش مذكورة بداخل تطبيق ايكر فون انها مدعومة او لا يعني هل بيتم النقل بينها موجوب داخلها او لا مثلا الوصاب يعني بيتم النقل اكيد الصور بيتم النقل اكيد اه مثلا لو اريكم هنا اه 9894 صورة وفيديوها يعني الاشياء ال data الرئيسية الموجودة بالاجهزة بيتم نقلها جهات الاتصال 200 جهات الاتصال 200 جهات الاتصال نفس الشي اه الرسالة ال sms تم اه النقل يعني بنجاح يعني ال backup اللي انت تقدر تتفحصها على الكمبيوتر هي اللي بتنتقلك على جهازك الاخر وباقي البرامج انت بس تحملهم لانه online من الapp store زي من شايفين كيف طالع غبرة وهذا كان كل شي مع السراو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة